هكلمك بإذن الله تعالى عن اسمين من أسماء الله الحسنى ليهم سر عجيب في مسألة كشف العوارض والأمراض الروحانية الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى في فيديو مختصر جداً هكلمك عن اسمين من أسماء الله الحسنى ليهم سر عجيب في مسألة كشف العوارض والأمراض الروحانية ناس كتير جداً بتكون عندها وبتعاني من أمراض روحانية سواء مس أو سحر قديم وتعبوا من الكشفات والبحث وبرامج العلاق وفي الآخر كل ده بيكون بدون جدوى ما بيوصلش أصلاً لحاجة وبيحس أنه في دايرة معفولة والأعراض عنده بتزيد مع استعمال برامج العلاج لأنه أصلاً من البداية كان التشفيز غلط فبالتالي أي برنامج هيستعمله مش هيستجيب معاه لأنك معرفتش بالتحريد أنت بتعاني من أي نوع من الأمراض الروحانية إذا كان مس ينوعه أو إذا كان سحر ينوعه أو ربما يكون حسد وكل حاجة من دول لها برنامج العلاج مختلف عن الآخر الاسمين اللي هكلمك عنهم هما الظاهر والباطن هذه الأسماء المباركة لها أسرار عجيبة في مسألة الكشف الظاهر والباطن يا جماعة الأسمين دول بيدلوا على إحاطة الله تعالى بخلقه وإنه ما من مخلوق إلا الله تعالى محيط به إحاطة شملة لا تغيب عنه شاردة ولا وقردة ولا تخفي عليه سر ولا علامية الظاهر والباطن في علوه فهو محيط بخلقه قريب منهم عليهم بهم كل اللي هتعمله من 3 إلى 7 أيام إن ما كانش 3 أيام كمل إلى 7 أيام هتكتف ورقة بيضة سادة بدون خطوط لازم تكون ورقة سادة تماما بدون خطوط بأي ألم مش شرط ألم معين هتكتف ورقة الاسمين الظاهر الباطن وتردد الاسمين قبل نومك مباشرة مئة مرة بطريقة له لها لحضرتك بسم الله الظاهر الباطن بسم الله الظاهر الباطن هتردد الأسماء الشريفة كل يوم قبل نومك مئة مرة بالطريقة اللي ذكرتها لحضرتك والله ببركة الأسماء دي وأسرارها لا تشوف كل حاجة بالتفصيل في منامك لكن الطهارة الكاملة للبدل طبعا وللمكان والكتابة هتسيبها تحت راسك لحد ما يمن الله عليك عز وجل برؤية واضحة بمراضك صدقني الفايدة دي مش هتلاقيها في أي مكان والله لا تقدر بسمان وفعلا هتكشف لك كل شيء في منامك بإذن الله تعالى والشيء اللي بيتعاني منه بالتفصيل اشتركوا في القناة